لا توجد أي أزمة صالح بين خطابين ومرحلتين هكذا تبدو الصورة بالنسبة لمن أطلق على نفسه الزعيم وبات يلوح بأيد مرتعشة ويقف خلف الشاشة كتابع ذليل لميليشي الحوثي تلك الأياد ذاتها التي بطشت بكل معارض وأسست لموجة انتهاكات واسعة من الإخفاء إلى الاغتيالات السياسية إلى الإبعاد السياسي والاجتماعي للمناهضين لمسلك الحكم الفردي العائلي مفردات صالح التي اعتاد من خلالها السخرية والتقليل من الشعب الرافض لحكمه توارت حينما كان يظهر متشنجا يردد عبارته المشهورة ستكون الحرب من نافذة إلى نافذة لتقتصر حربه مع الميليشيا بعد ذلك لتكون من شاشة إلى شاشة سنضرب بيد من حديد هكذا كان يقول واليد من حديد التي وجهها إلى صدور الشباب في ثورة الحادي عشر من فبراير السلمية تحولت ليد من قش يد مرتعشة تسعى لترقيع ما يسميه بالصف الوطني وهو الذي مزق الكيان اليمني في السابع عشر من يوليو وحتى السابع من أيلول الأسود أين ذهبت مدفعية صالح التي وجهها من جبل نقم إلى الحصبة وإن القناصات السوداء والخشبية التي صنعت لمكافحة الإرهاب ووجهها يوما إلى صدور شباب عزل في جمعة الكرامة السلاح والمدرعات التي داهم بها أحياء تعز ليلة حريق ساحة الحرية والخطط الأمنية التي لا علاقة لها بأمن الدولة والمجتمع أصبحت في طين السيان تيش الضباط النعامة التي ترنحت أمام شاصات وعربة الديناميت القادمة من صعدة تدفع الآن ثمن خيانة الجمهورية في صنعاء التي أصبحت مخنوقة بلافتات الولاية وفرع الولي الفقيه في اليمن صالح المعرقل للمرحلة الانتقالية والعملية السياسية بموجب القرارات الدولية ظهر كداعم للانقلاب والانقلاب يتحدث عن رفض الجبهات تحت قيادة الميليشيا التي اقتاتت أسلحة آلاف الجنود والطباط في حروب صعدة التي قال إنها خلافات إدارية المواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللافت في يوميات طرفي الانقلاب أن صالح خضع لخطابات عبد الملك الحوثي وسليل سلالته محمد علي الحوثي وانقلب على الإجماع الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي موسيقى موسيقى موسيقى